السلام عليكم اخوان جميعا كيف حالكم عساكم بخير اليوم اخوان نلعب على طاولة هافانة او بطولة هافانة طبعا اول لعب لعبنا معه هو من احد اخواننا او متابعيننا لعبنا معه ابيتجيم فان شاء الله هذا المقدمة بهذا الفيديو تكون تنال اعجابكم اسمونا الصلاة عن نبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اه حطونا لايك اخوان للفيديو والله يزاكم كل خير وخلونا نتكلم عن هذا الفيديو كيف نحصل على هذا الخير تمام فبدايا خلينا نشوف وضع هذا القيب هين دخلت طبعا الكرات فقط عندي طابت العشرة مع ترجعة اه خصم عشان نجيب طابت العشرة قيت لانه بدي اصف اه كنت ناوي اصف لطابت اه 13 لكن ما زبطت معي فبدي اجيب هسع بهاي اللحظة طابت الارباتعش طبعا هذا الصوت يا اخوان تسجيل اه كنت خايفة انا من طابت الارباتعش تصيب اه البلاك هناك راحت طابت التسعة فك شوي ولا كان جابتنا اه البلاك فالحمدلله بعدها ايجي دخل الطابت التسعة كمان فوق تمان طابت التسعة دخلناها فوق بعدين بقت عندي طابت الثلاتعش ويكون ينتهي معاي القيم بشكل كافي وكامل وسحبنا كل الكرات الحمدلله بنداته تمام طبعا هاي نجيبها اه وسط مع حركة الاسبن عشان ما يروح معانا الخصم هين قلت بدي احاول اجيب البلاك سوفوا البلاك يا اخوان لو ما طابت اثنين انا قلت راح البلاك معاي اه شوفوا الحظ النية عندي كانت انه احط الخصم فوق طابت الستة ولكن ما زبطت معاي فقلت بدي احاول اجيبها اه كس شوت سوفوا ليها يعني العلم عند الله لو مكملة اه على طابت الخمسة بتروح ولكن نصيب على كل الاحوال طبعا هذا الختم اخوان نزل قبل هاي المرة مرات كثيرة يعني نزل قبل هاي المرة فنسبة كبيرة حصلوا على هذا الخاتم ومكانك تصل عليه مرة اخرى ومرة اخرى واخرى كل ما بينزل ومكانك تصل انت على هذا الخاتم يعني تمام اه طريقة الحصول على هذا الخاتم اخوان لازم توصل الى الفوزة العاشر اللي هو مثل ما انتو شايفين من فوق عندي رقم واحد في دالة الرقم هذا واحد لازم يكون رقم عشرة تمام وتحت يكون مكتوب خمسمية واثناش اللي هي المرتبة هاي الطريقة انت تحصل على هذا الخاتم اه اول ما ينتهي هذا الدوري بيعطونك هذا الخاتم يعني الخاتم تعرفون متو ثلاثة ايام اول ما بينتهي بيعطونك هذا الخاتم تمام يعني من تحت المرتبة تكون خمسمية واثناش فوق مكتوب عشرة اوكي هيك انت بتحصل على الخاتم لازم تفوز بهذا الجيم العاشر حتى تحصل انت على هذا الخاتم وخاتم سهل يعني بس الخاتم يعتمد على الكاش اخوان يعتمد على الكاش كل ما اخسرت كل ما بيرتفع معاك منسوب الكاش كل ما اخسرت كل ما ارتفع معاك منسوب الكاش فانت اذا شفت الخسارة كثيرة لا تكمل ارجع عيد من جديد لانه انه عشر قيمات يعني واحد ثلاثة ايام لا تستعجل على هذا الاشي تمام هنا طبعا اه دخل كل الكرات الحمدلله وكان الامور اه مية مية الحمدلله فبقى عنده البلاك اجا ضرب هو البلاك خالي نشوف ضربته بهذا اه على البلاك بهذا الجيم ما ضبطت طبعا معا فهي مكانها محصورها يعني اي واحد بدي يضربها بدي يجيبها يعني فاجبناها ان شاء الله البند يكون بسيط ان شاء الله وان شاء الله ينال كمان اعجابكم اوكي حبيبا القلب بالله عليكم الجميع حطونا لايك للفيديو والله يزاكم ان شاء الله كل خير وهنا نهينا هذا الجيم لانه الوقت محدود ما تقرر تطول اكثر اكثر وبنفس الوقت البلاك محصور يعني مكان لا تقرر تطلعه ولا تقدر مثلا تضرب غير بند من البندات اوكي بعدين انتقلنا على الجيم الاخر اسوأ شي باللعبة يا اخوان اذا كنت تلعب ويدخل خصمك تمام فهاي الطاولة او اي طاولة اخرى شاهد شاهد هذا الشخص هذا الشخص اول ما كسر دخل خصمه من دخل خصمك انتهى الوضع كيف انتهى الوضع لانه اللعبة اللي مقابلك رح يكون يكون قوي يعني لا تستهون باللفل بتقول والله هذا الفل واطي بعض مرات ناس تلقي عندهم الشمس نار شايفين اول ما كسر دخل خصمه تحاول انت تعتمد على الكسرة وانت توافق معاك حاول تستخدم اقوى عصا عندك هنا مجرد ما كسر هو تهي القيم خلص انا ايش قررت اختار اختار الكرات الكبيرة ليش اختاريت الكرات الكبيرة لانه الكرات الكبيرة اخوان هي اسهل شي بالجيم فانت حاول تستخدم اسهل الكرات عشان تقدر تسحبهم بسرعة حتى ما تخسر انت كاش يعني تمام اه طبعا غليبية اللي واعب بيجابون كسرات على هاي الطاولة صارت معاي قبل هاي المرة غليبية الناس بيروح يجيبون كسرة قبل ما بيدخل بيروح يجيب كسرة ورجع يدخل عشان ما يفوز اه ما عارف عاد كون منو يشتغل عالطريقة اللي هو بدو اياه اه هنا ايجي دخلت انا طابت الاربعة عش تمام بعدين بدي اجيب طابت اللي دعش وقدم في الخصم عشان ايش عشان يصير المجال على البلك اذا الفكرة من هذا القيم الثاني يخوان انه مجرد انت ما خطأت او فات خصمك انتهى القيم يعني نسبة تسعين بالمية تعتبر ان القيم منتهي فهذا كان بهاية اوكي خلينا ننتقل على القيم الاخر القيم الاخر كان من اصعبة القيمات يخوان فعلا قيم كان صعب جدا يعني اه كانت الكسرة معاي اول ما لعبت مع اللاعب طلب مني ابيت قيم فكان قيمي سيء جدا اسعد شوفونه خلينا يشوفوا مع بعض طبعا انا اخذ خاتمين يخوان قبل هاي المرة فما حبيت اكمل يعني شرح لكم بس شرح بسيط اه قلنا بس عن الخاتم فيما بعد بنكمل ونحصل على هذا الخاتم هنا الكسرة كانت معاي تمام فيجينا كسرنا وقلنا بسم الله هنا قررت ايش بدي اختار من الكرات طبعا هذا اللاعب لفله تسعين ويعني بدو ابيت قيم يعني التسعين بالمية ولفله تسعين رح يغضر بيه فقلت لا بلا ما نتعرض لهذا الموقف بلا ما نلعب معاه قلنا نلعب لعب نظامي بلا هاي السالفة فيجيت انا ادخلت قلت بدي ادخل طابة الخمسة يعني كرات الخمسة اصعب قلت بلك تحاول على الكرات الكبيرة ما الي مجال فقلت خلص بدي ادخل طابة الخمسة اختار الكرات اصغيرة ولو في عندي طابة الواحد فيها صعوبة في طابة اثنين مسكرة مثل منتو شايفين فقلت بدي اضرب لي ضربة طيحي طحت يعني ضربة قوية بحيث افك بيها الجيم بشكل كافي وكامل قلنا هاي طابة الثلاثة مع الاسف ما سوت النشي قلت في عندي اكثر من كرة لازم احاول لانه لازم تحاول وتفك كراتك لما فكيتن راح عليك الجيم طابة السبعة قلت هي اللي راح تفك كل الجيم هنا كيفت راح تطابة الواحد لكن يا للأسف ردت رجعت من جديد يعني المكان اللي كانت بيه احسن صارت مكان اسوأ طلت عندي محاولة اخيرة اللي هي هاي رجع خصمي واجبها بنت وسط فوق شوف شوف ما اصعب هو الجيم ما انحسوا هنا قلت انتهت خلص الامور جلست راح اجيب طابة اثنين بنت وحاول ارجع خصمي كمان اجيب طابة الثلاثة اعفون طابة الواحد كمان بنت ما ظل عندي مجاليا لكن شوفوا الصدمة وين صارت يا اخوان الصدمة بعد ما اجب الطابة الواحد طابة الواحد كمان جبناها بنت تحت تمام قلنا هنا يشوفها هنا رجع الخصم قلت بعدها التعب يسكر علي القيم هذا سيقوم يضحك فوق كيف شايفين انه خلص سكر معه القيم لكن مع الاسف طلع القيم مو مزكر هي هو وضحك على حاله بعدها من انصدم اكثر واكثر يعني وقد طلع القيم عنده مو مزكر لو القيم مسكر فعلا كان وضع كارثة يعني ايو والله اخوان فهذا انها ثلاث قيمات حبيت اقدمي لكم فيه نشرح عن هاي الطاولة ونشرح لكم طريقة الحصول على هذا الخاتم فاتمنى هذا الفيديو البسيط يكون نال اعجابكم ونال اعجابكم لا تنسونا من اللايك والايام القادمة ان شاء الله افضل افضل وان شاء الله كل شيء نستطيع نزله او اه يكون موجود داخل هاي اللعبة يخدمكم ان شاء الله بنزلكم يا عشان الكل يستفيد كان معكم اخوكم ابو فيصل اتمنى لكم اوقات سعيدة اترككم بامان الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة